بعض الأخوة السنة دائما يتفاخرون بالخليفة عمر بن عبد العزيز وأنه كان يأمر بنثر الطعام على رؤوس الجبال حتى تأكل الطيور أو كان مثلا يعمل الناس بالعدل أو قام بإصلاحات مثلا عاد فدك إلى بني الزهراء أو منع السب عن الإمام علي عليه السلام فعلا خليفة عمر بن عبد العزيز رجل مصلح وصالح ولكن السؤال ليس أنه هو صالح أو غير صالح السؤال لماذا لم يتكرر مثله عبر التاريخ هذا هو السؤال في الحقيقة الذي يجب أن يفكر به من يؤمن بالفكر السياسي السني أنه لماذا لم يأتي وكيف جاء جاء بالصدفة يعني الأموين كانوا معروفين حكام ظلمة طغات باطشين بالهذا ومستبدين بالحكم ولكن بالصدفة هذا الرجل إجا صار هو خليفة وكان عنده أفكار إصلاحية فطبقها فطبقها طبقها ولكن لم يستمر لم يستمر إلا سنتين فقط وخنقوه موتوه كتلوه النظام السياسي الوراثي الملكي المطلق هذا النظام كان فاسد ومن يدعو إلى إعادة الخلافة يجب أن يفكر بتغيير هذا النظام مو يعيد نفس النظام ملكي مطلق ويعطي صلاحيات واسعة للحاكم أن يفعل ما يشاء وحتى إذا انقلب على نفسه وانقلب على الدين والإسلام والأمة يبقى هذا حاكم مثل يزيد بن معاوية المشكلة في النظام الدستوري السياسي الدكتاتوري الذي خيم على المسلمين ودمرهم وتأسسه على أحاديث موضوعة لا يزال يؤمن بها كثير من الناس من أهل السنة خصوصا أنه النبي أمر أن الواحد لا يخرج والخروج خطأ ومسحيح وأكو ناس دينظرون الآن لهذا الفكر يجب أن إذا أردنا أن نأتي بحاكم صالح أن نغير الدستور وأن نغير ثقافة الأمة من ثقافة سلبية استسلامية خانعة خاضعة إلى ثقافة أن كل واحد من الناس يشعر أنه هو حر كريم مستقل وأن الحاكم يجب أن يكون نائب عنه هو إذا أعطاه توكيل وإعطاه نيابة يصبح هذا حاكم شرعي وإذا ما أعطاه مو يأخذ البيعة جبرا منه أو بعدين يجيب كارتون ويصافح الكاراتين يوقف كارتين تعالوا يا ناس بايعوا هذا التمثال الكارتوني اللي يمثل الحاكم وابن الحاكم مثلا هنا المشكلة أن لماذا لم يتكرر أمر ابن عبد العزيز عبر التاريخ لماذا كان نسخة واحدة فقط ونتفاخر فيها يجب الآن نحن لماذا الحكام يطلعون بسنادق القرعة باليا نصيب يطلع واحد زين وواحد سيء وواحد أسوأ من الآخر فلابد أن يكون هناك نظام الأمة تكون مراكبة ومسيطرة ومهيمنة وهي التي تنتخب الحاكم طواعية وهي التي تسقطه إذا انحرف أو عجز عن الحكوم أو ظل الطريق فلابد أن نغير هذه العقلية مون فقط نتفاخر بالصالحين بالتاريخ يجب أن نضع نظاما يولدنا الصالحين دائما كما هو في الأنظمة الديمقراطية الآن بلسبة أو بأخرى حتى عند لا صغير المسلمين شوفوهما العكام ما يقدر يخرج عن إرادة الأمة مقيد دائما بإرادة الأمة والشعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته